السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم أعزائي في درس جديد من دروس الفوتوشوب وفي هذا الدرس سوف نتعلم على مهارة جديدة نقوم من خلالها بجعل هذا الشخص يبدو كأنما لأو أنه يتحرك وقد أخذت له عدة صور ويظهر خياله خلفه للقيام بهذا الأمر سوف نستخدم أداة لسمج تول هذه الأداة الموجودة تحت الفرشات أو تحت الألوان وطبعاً هي تأتي ضمن خيارات متعددة منها البلير تول والشارب تول والسمج تول لكن هذه الأداة سوف نستخدمها بطريقة مختلفة بحيث أنه سوف نقططع هذا الشخص من الصورة ونضعه في طبقة جديدة ثم نقوم باستخدام فرشات السمج تول عليه خلينا نشوف مع بعض كيف في الأول بدي أحدد اللي هو هذا الشخص باستخدام أداة الليزو تول وطبعاً باروح برسم أو بحيط هذا الشخص بأداة الليزو تول بالضغط على الماوس والرسم حواليه طبعاً أنا مش مهتم كتير الآن أني أخذ تفاصيل دقيقة بإمكان أني أتحرك حوالين حدود الشخص الذي يجري بهذا الشكل طبعاً بإمكانك أنك أنت اتعدل للتحديد فيما بعد باستخدام أداة اللي هو الآلت لإضافة مزيد أو ضغط على مفتاح الشفت للتخلص من بعض الزيادات طبعاً في الحالة هذه أنا يعني مبسوط بهذا الخيار وهذا السليكشن بدي أحطه على طبقة جديدة طبعاً عن طريق الضغط على مفتاح كنترول وحرف الجي في الحالة هذه أنا اخترت هذا الشخص على طبقة جديدة بتلاحظ هنا الآن هو صار مفصول بطبقة لوحده وبإمكاني الآن أضغط على مفتاح كنترول ولمس هذه الطبقة بالماوس احددت هذه الطبقة الآن هذا التحديد بدي أحوله إلى فرشاة وذلك عن طريق اللي هو الضغط على أداة Edit عمر Edit ومن ثم Define Brush Preset الآن لاحظ هنا الكمبيوتر تعرف على هذا الشخص المحدد وإعطاله اسم Sampled Brush 10 بالضغط على OK صار عندي اللي هو فرشاية تعمل بهذا الشكل وبإمكاني الآن أتخلص من التحديد بالضغط على كنترول D طيب الآن لو رحت على أداة Smudge Tool طبعاً بإمكاني الآن بعد ما اخترت هذه الأداة وأنا متأكد أني مختار الطبقة اللي هي Layer 1 اللي فيه هذا الشخص أني أختار الفرشاية المناسبة وهي طبعاً حتكون آخر فرشاية وهي فيها صورة هذا الشخص بمجرد ما أني أختارها بأتحكم في المود بتأكد أنه Normal وبدي أخد طبعاً تقريباً 60% لStrength وإذا وضعت اللي هو الشخص هنا بلاحظ أنه في حجم الفرشاية كبير شوية ممكن أتضغره عن طريق الضغط على البركت بهذا الشكل اللي هو القوس المفتوح إلى اليمين طبعاً قبل ما أبدأ أرسم بدي أتحكم في خصائص هذه الفرشاية التحكم في خصائص الفرشاية بسيط جداً بدي أتأكد أنه كل الخيارات هذه لا تعمل ما بديش ولا خيار من هدول وبالنسبة للي هو Brush Tip Shape بدي أتأكد أنه Spacing is Off بحيث أنه ما يكونش في عندي عملية تكرار ومسح أنا اللي بدي أتحكم فيها بنفسي الآن ببدأ عملية تباسم بمجرد ما أني أتأكد أنه نختار هاي الطبقة بأضع الفرشاية مباشرة هي فرشاية Smudge Tool على الشخص ومن ثم بأسحب إلى الخلف بهذا الشكل لاحظ الإفكت اللي ظهر معايا أنه الشخص يبدو كما أنه بيجري طبعاً بممكن أنك تعيد تعمل Control Z وتتراجع وتسحب بسرعة أكبر لاحظ التغيير ولاحظ أيضاً أنه هذه مهارة يعني أنت بتكتسبها بعد فترة لما تعرف بالضبط كيف اللي هو السرعة التي بتحرك فيها في الحالة هذه أنا مبسوط بهذا الخيار ولاحظ هنا أنه الشخص يجري إلى يعني خياله بيجري وراه وطبعاً الآن بدي أضيف بعض الشغلات البسيطة بالضغط على هذه الأداة وباختيار Control T عشان أخش في موضوع لـ Transform Free Transform باختار أداة الـ Warp وبروح بزغر شوية بهذا الشكل بحيث أني أظهر حركة أنه فيها حملية زي زي كأنه هذا الشخص بيخفز أثناء الحركة طبعاً بهيك بكون أنا بغطت على أوكي هكسر حصلت على اللي هو الخيال اللي بيجري وراه الشخص بدي أعمل حاجة بسيطة بس اللي هي بدي أضيف الماسك لير وأتأكد أني مختار اللي هو طبقة الماسك وبالفرشاية العادية الفرشاية العادية اللي بخدها من هنا بأختار اللي هي فرشاية مموهة وباللون الأسود بتخلص من اللي هو الحركة اللي أنا أضفتها بحيث أني يظهر الشخص الأساسي اللي هو بهذا الشكل لاحظ هيك كيف طلعت الصورة هذه طبعاً بتعطي لك إفكت رائع جداً وبإمكانك أنك تتطبقه أيضاً على بإمكانك تطبقه على سيارة متحركة وكمان شغلك كويسة كتير أنك ممكن تطبقه على الكلمات يعني لو مثلاً أنا عندي كلمة كنت كتبها من أسبقاً اللي هي هذه الكلمة كلمة سبيد لاحظ هنا في هذه الكلمة لو أنا بدي أعمل نفس الإفكت مباشرةً زي ما أخدنا قبل شوية بدي أحدد الشكل الفرشاية طبعاً بروح بضغط على كنترول وبألمس هذه الطبقة لاحظ أني أنا حددت كلمة سبيد أو كسليكشن وبروح على ايدت وبختار ديفاين براش بي ست لاحظ هنا أنك أنت حددت الفرشاية رقم 11 بضغط على أوكي بتخلص الآن من اللي هو التحديد عن طريق كنترول دي وبأخذ نسخة من هذه الطبقة بعمل منها نسخة تانية وبطبق الإفكت تبعي على الطبقة اللي في الخلف الآن بروح على أداة وباختار اللي هو آخر خيار اللي هي السبيد وبتأكد من خيارات الفرشاية أني أنا طافي الآن طبعاً باجي على كلمة سبيد وبخلي حجمها بالضبط زي حجم الكلمة وبتأكد أني أختار الطبقة اللي في الأسفل وبأضغط مباشرة على الكلمة وإيدي على مفتاح الشفت طبعاً مفتاح الشفت هذا بتخليني ما أتحركش إلى الأعلى والأسفل باتحرك في اتجاه واحد وبروح بمسح في اتجاه متعرج إلى الامين والخلف بأحصل على إفكت رائع جداً وبيظهر اللي هو المص اللي أنا بدي إياه مرة تانية فلنجرب بروح بضغط على أداة الشفت وضغط على الماوس بتحرك إلى الأمام شوية وإلى الخلف شوية فبعطيني تأثير حركة كلمة سبيد ولاحظ الحروف يبدو أنها واضحة طبعاً هذا الخيار ممكن تعمل فيه أشياء كثيرة بالاعتماد على سرعة التحريك اللي بتحرك فيها الماوس أثناء عملية أتمنى أن يكون أفتك في هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته